وليه الراجل بيبقى عادي ان هو يبقى عنده صحاب بناته ويرتصلوا بيه عالتليفون يعني والتليفون اللي انه يتلاقي مونة وليلة ودعاء واللي معاه في الشغل واللي معاه في النادي واللي اتعرف عليها في الوتوبيس واللي اتعرف عليها في التاكس وليه يعني لما تبقى ست مراتك يا سيدي عندها رجالة عادل وابراهيم وحمدي وشكري ليه يعني لما يتصلوا بيها تقول له ايه ده مين ده شكري ايه ده مين عادي مدول معاه في الشغل ومعاه برضو في النادي ومدربين العيال في النادي ومدرسين ودروس خصوصية ليه يعني مش كل الرجالة اللي بيرفضوا ده فيه رجالة ما بتستوعبش يعني ايه مراتش تتكلم مع راجل وفيه راجل بيستوعب جدا يقولك ده زميلها في الشغل عادي جدا انه هو بيستشرها في حاجة بيطلب منها حاجة لكن الشيء انزاد عن حده بيطلب لدده ده حتى لو ابن عمها برضو مع التكرار فليه لحق لكن لما يكون بحدود والسبب يعني انا مع الراجل هو انت توصدي بالتكرار ايه يعني انه هو بيتصل بيها كل يوم الساعة تمانية والله عامل ايه قبل متنامية يعني لا لا ما فيش الكلام ده انا بقول معه انه يعني الزميل يعني انه هو يتصل بيها باستمرار كل يوم يعني لا في اوقات مختلفة بس ليه طب افرد هو زميلها ده اللي في نفس المكتب معاها ودايما الشغل مثلا بيبقى كونه تلات يوم في حاجة بيسألها ايوة بيبقى فيه مهن تتطلب ان احنا نبقى على اتصال ببعض لكن مفيش ده طب بتكلميه ليه وبتكلمك ليه حق ميه انت تتطلب ايه يا ولية ميه انت تتطلب ايه يا ولية ايه يا عبد العال في ايه يا عبد العال طبعا انت بتكلمها هي انا برحب قبل ما نام الاقي خالة ضرائب بيتصل بيك عايز اي خالة ضرائب ده ده طبعا بتكلمها هي صح؟ اه عشان اقبل ان لحد يقولى يا ولية لا 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 الموضوع عن ده لا انا ولية يا اخويا كلنا ولاية ايوة مين خالة ضرائب ده لبيتكلمك الساعة عشر PA موlud من اسمه خالة ضرائب ايوة بيعمل ايه ضرائب وعيزك ليساعة عشر لطل ضرائب ضرائب بتيجي عشر لطل ضرائب بتيجي بدري ضرائب بتيجي بدري اه بتيجي في اول السنة اه عشان مسلسلات رمضان اه ايوة اه انا وقال لك خالد مرجحة ده بيقول لك خالد درايب ايوة خالد درايب طيب يتكلمك بتاعيه عشان الدرايب عشان صهرانين في المكتب طول الليل بيراجعوا الدرايب بيعملوها ففي حاجة ليه عايز اسألها عليها فاتصل بيها متأخر هيقول لها 11 زي 8 كان لا لا اتصل بيها بليه ايه ده ده باستزرف اه عبدالعال تيلي بتقولي اي حاجة اي حاجة بتقوليها يتصل بيها الساعة عشر لتانت مفيش راجل يكلم ستة عبدا ولا يتصل بيها ما ينفعش يا عبدالعال ما ينفعش امور الحياة اختلفت من ايامنا للايام دي يا عبدالعال دلوقتي في مهن حنقولها لك تاني ايوة بتتطلب التواصل تتطلب تاني؟ مع بعض وساعات بيبقى فيه جروبات كمان جروبات؟ اه بدل ما يتصل يفضلوا على الجروبات يتكلموا مع بعض اه وانا سيدي اقبقى على الواتس بالليل لكن فيه مليطة وفيه اتصال من لشيء يبقى عندك حق يا عبدالعال تزعل وتدين ماشي وبعدين هقولك حاجة برضو قول الركع السقة لو الراجل والست فيه سقة ما بينهم ومحترمين بقى وبيسق فيها يتصل بيها بقى خالد درايب ابراهيم معشات اه محمود نقابة احمد لالا نقابة ايوة يتصل بيها اي حد تلمى الراجل وبيسق في مراته وهي واسقة فيه لها هي حد غير من تليفونات ولا وي غير من تليفونات طيب سقة واحترام هل انت يا عبدالعال عندك سقة واحترام في رأي طبعا طب انت بقى نوسا بتتصل بيك ليه عمال على بطل اه نوسا ايه نوسا فنجان ايوة بتقرألي فنجان يوة امت تصل بيك عمال على بطل ايوة اونلاين بتقرأولي اونلاين يا راجل اختش على دمك فنجان ايه اللي بتقرأه في سنك دا وانت راجل طول بعرض ايوة بتقرأه عشان تقولي المستقبل مستقبل ايه دا انت مستقبلك اسود اللي هوة هكمل معاها ولا مش هكمل دا انت تحبست خمستاشر مرة ولوة ضمنك في الاسم بتاع القباري دا ما كنتش طلعت طلعتني بالفنجان بقى ايه رأي قالتلي هتطلع بعد ست شهور حبس وبتاخد منك فلوس طبعا لا بتاخد بون عبعال اقعد عالدك اللي جنب الباب ورايا جايلك داوقتي بالشاي ما فيش اي سبب يخليك تتواصل مع نوسة 24 ساعة اللي قال بتقرأه له فنجان دا 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 لقم فنجان ايه بصي هو لو عايز يلعب حيلعب يقولك اسطح بتقرأني فنجان فنجان ايه اللي بتقرأه انت راجل طول بعرض كده وانت لو لكي مزاجي خلط ضرائب دا مش خلط ضرائب وخلط حاجة تانية هتعمليها طبعا اللي عايز يغلط حيغلط واللي عايز يعمل حاجة غلط حيعملها فيش حاجة بتمنع الصقة الصقة تصق فيها عمرك ما هتدور على الباسورد بتاعها وتدور في تليفوناتها هي بتصق فيك لو ستاتي لو شغلت كله مع الستات ايوة بس ما نلعبش بكلمة انت مش واسق فيها لا لازم تصق فيها منت عشان هو ياسق فيك لازم بيبقى برضو شيء يعقل تبعد الصقة عشان ياسق فيك تبعد الصقة